في الحقيقة قبل ما يبدأ شهر رمضان في حالة كبيرة جدا من الاهتمام بمسلسل الحشاشين اللي هيقدمه النجم الكبير الجميل كريم عبدالعزيز الحشاشين قصة طويلة وتاريخية أحداثها مشوقة جدا بتمثل تحدي كبير للنجم كريم عبدالعزيز لأن شخصية حسن الصباح اللي بيقدمها في المسلسل هي من الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي تعالوا نشوف نبدأ سريعة جدا عن هذا المسلسل وعن هذه الشخصية ونرجع نحلل ما سيحدث تاريخيا مسلسل الحشاشين من أهم المسلسلات الرمضانية المنتظر عرضها في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاقة الحلقة الأولى اللي الجمهور منتظر عرضها بفارغ الصبر قصة تاريخية أحدثها مشوقة جدا بدأت في القرن الحداشر مع زعيمها حسن الصباح أخطر شخصية في التاريخ اشتهر بتنفيذ عمليات اغتيال دموية لشخصيات مرموقة في مرحلة تاريخية مهمة والشخصية اللي هيجسدها في المسلسل النجم الكبير كريم عبدالعزيز أنا عايز الروح بيملى القلوب وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الترو شخصية كان كل همها في الوقت ده نشر دعوته وكسب أنصار والبحث عن مكان مناسب يحميه من أي مطاردة مكان قدري لقيه فعلاً وحوله القاعدة علشان ينشر دعوته وأفكاره لحد ما لقاه فعلاً في اللحظة اللي ظهر فيها البرومو بدأ الجمهور يخش ويبحث ويفتش عن معلومات بخصوص الطائفة دي وإيه اللي عملته بالتحديد وقت ظهرها وفعلاً بدأ الجمهور يتعرف على معلومات بسيطة زي مثلاً إنها طيفة انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري لكن تسلسل أحداث ظهورها ونشأتها وتوغلها ده اللي هيكشف عنه المسلسل مع انطلاقة ظهوره في أول أيام شهر رمضان والأول مرة الفنان كريم عبد العزيز هيجسد شخصية تاريخية شخصية هتكون تحدي كبير بالنسباله لأنها واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي والعالمي دور هيكون عليه رهان كبير من نجمه وفنان مصنف إنه الأكثر تحقيقاً للإرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية خصوصاً إنه هيقدم دور الشر للمرة الأولى في مشواره الفني وبيشارك في بطولة المسلسل مع النجم كريم عبد العزيز الفنان فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر علي ماهر والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميني